سألك سؤال يا سيد محمد أبدأ بحضرتك كالعادة الدوري أهم؟ ولا أفريقيا؟ ولا الكاس؟ ولا السوبر الأفريقي ولا السوبر المحلي؟ من وجهة نظرك دي حاجات ملاشة نقل بعد خالص يعني في حاجات في حتة وحاجات في حتة تانية خالص نتكلم مع أفريقيا على القرى الدولية اللي بتوصل لك للعالمية طبعا دوري أبطال أفريقيا لا يقارن بأي شيء لا يقارن بأي حاجة على الإطلاق بطولة عظيمة بطولة قرية اللي بتواجه فيها كل عظماء القرى وانت بتبقى يعني أعظم هؤلاء العظماء فدي بطولة لها وضعية خاصة لها قيمة خاصة لها مزاق خاص بترفع قيمتك على المستوى القاري والمستوى العالمي وترتيب البطولات القرية على مستوى العالم حتىك في المركز التاني على مستوى العالم بعد ريال مدريد لا ما فيش مقارنة الدوري طبعا بطولة عظيمة لكن في النهاية بطولة محلية لا يوضع الاتنين في المقارنة على الإطلاق عشان كده الناد أهلي السنة دي عامل إنجاز تاريخي ما حصلش انك خطت بطولة ده ما خطتش بطولة واحد خطت بطولتين في تامن شهور بطولتين 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 يمكن ما اعتقدش ان فيه فريع على مستوى العالم قدر يعمل ده لما يتكلم على السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي آه مهم جدا طبعا حاجة عظيمة جدا لا يقارن بالسوبر المصري فهنا في ده حاجات ما تنفعش خش بعضها في مقارنات فالأهلي في حتة تانية موجود عنده بيتعامل معه بشكل سلس جدا كل موسم بينتظروا كل موسم واخدوا آخر خمس موسم واخدوا اتنين واربعين مرة يعني حاجة أضعاف مضعفة للفرق اللي موجودة السابعة الستة التانيين اللي خدوهم معاك البطولة فما فيش مقارنة كابتن الإسلام ما منفعش نحط ده في مقارنة على الإطلاق